يسعد مساكم نعرف ورجعنا لكم بجديد مع الجلسة التانية معكم بشرة سالم من الاتحاد اللوثري الجلسة الاولى كانت عن مقدمة عن الرعاية الوالدية وفي اخر الفيديو طلبت منكم انه نعود شوي مع اطفالنا ونحكي معهم ونزغي الان اليوم جلستنا ستكون عن نمو دماغ الطفل وتأثير العنف عليه وكيفية تعزيزه بالتعاطف يعطيكم العافية وتابعوا معي الفيديو بداية بدنا نحكي عن مراحل نمو دماغ الطفل في بعض الاسئلة الموجودة هنا عنها رح اطرحها عليكم ونتناقش فيها بقلوبنا على الواتساب شو بنعرف عن نمو اطفالنا نحنا كاممهات ماذا تعرفون عن نمو اطفالكم مين منكم يعرف شو التغييرات اللي عم تطرق على طفلها او طفلتها اثناء نمو الدماغ لما ينمو الدماغ مين مننا نحنا كاممهات تعرف شو التغييرات اللي عم تطرق على اطفالنا شو هي الممارسات الصحيحة اللي يجب مراعاتها واتباعها باول ثلاث اعوام من عمر الطفل يعني باول ثلاث سنوات بعمر الطفل هاي بعض الاسئلة اللي لازم تدور بيدهننا كاممهات ويكون عنا الجواب المناسب لهاي الاسئلة بدي احكي شي انه فهمنا نحنا كوالدين اب وام لمعرفة نمو دماغ طفلنا هذا الشي رح يساعدنا على معرفة شو السبل والطرق الصحيحة اللي تمكننا من تنشئة اطفالنا ودعم نموهم بكل المراحل بكل مراحلهم العمرية في السنوات الثلاث الاولى من عمر الطفل اذا بنقدر نلاحظ تغييرات كبيرة عم تحصل على الصعيد الجسدي لدى الطفل والفكري والدماغي والنفسي عم يكبر عم بيتغير اشياء بجسده عم يتوسع فكره عم بيكبر دماغه نفسيا عم بيتغير كل تغيرات هاي اللي عم بتصير مع الطفل وتظهر عنده كمان قدرات حركية وادراكية بيصير ببلش يتحرك ببلش يحبي ببلش يمشي ينمس الاشياء يدرك بين البارد والساخن يدرك بين الحار يدرك بين الاشياء المؤذية والاشياء اللطيفة يصير ينمو يبلش النمو عندهم هذا الشي رح يخلي الدماغ انه قادر على الاستيعاب والفهم والتطبيق ويطور قدراته العقلية ويطور قدرته على الكلام يصير يبلش يحكي يزغي على الاصغاء يزغي يعرف كيف يزغي للناس اللي حوليه وبعض الامور اللي ممكن يحكو فيها يعبر يعبر عن مشاعره يعبر عن حزنه يعبر عن فرحه يعبر عن الابتسامة الضحكة يعبر اذا كان الشي حامض اذا كان حلو اذا كان مبسوط يبلش يعبر عن الاشياء اللي يشعر فيها ويحفظ يحفظ الملامح ممكن يحفظ الاماكن هاي التغييرات اللي ممكن تطرع عليه باول ثلاث سنوات بعدين بالمراحل المقبلة رح يصير نمو دماغ الدماغ بشكل اكبر رح يكبر النمو هاد الشي رح يخليه يمكنه من التحاور مع الناس الثانيين ويحلل بعضه الامور ويلاقي حلول بسيطة لبعض المسائل اه في شغلة كتير مهمة كمان اه انه حجم دماغ الطفل بينمو لحتى يصير خمسة و سبعين بالمية من حجم دماغ البالغين بعمر لثلاث سنوات الاولى هاد الشي بيعني انه خلايا الاتصال العصبية اللي هي مسؤولة عن قدرات المعرفية عم تستمر بالنمو والتطور وهاد الشي اه اه يكون لدى الطفل ادراك افضل لمحيطه الخارجي ويكون قادر على انه يربط الماضي بالحاضر حكينا قبل شوي عن مراحل نمو دماغ الطفل اه هلأ بدنا نحكي شو هي العوامل المهمة بتحفيز نمو دماغ الطفل في عنا اربع عوامل اللي هنن التحفيز العاطفي التحفيز المعنوي التحفيز الفكري والتغذية خلينا نبلش فيهم واحدة واحدة التحفيز العاطفي انه اه انا اه اديش بدي اعطي حنان لطفلي اشبع بالحنان اشبع عواطفه اه اعطين محبة احضنه ضمه اه اسمع له اه بحفظه عاطفيا هاي من العوامل المهمة لحتى تحفيز نمو دماغ الطفل كل ما انا اشتغلت على التحفيز العاطفي كل ما كان نمو دماغه اه اسلس واسرع واحسن وافضل التحفيز المعنوي اه لما بيعمل اي شي طفلي اه شي منيح برافو احسنت ممتاز بحفظه بشجعه بعطيه كلمات حلوة بخليه بحسسه بالانجاز اللي هو عم بيعمل فيه اه دائما التحفيز هو اه شي لطيف وشي يرفع من معنويات الطفل اه لما يعمل شغلة منيحة برافو برافو ماما احسنت ممتاز بحط له نجمة هاي التحفيز المعنوي كمان هي من العوامل اللي كتير مهمة لحتى تحفز نمو دماغه وينمو بشكل افضل وبشكل صحيح وسليم التحفيز الفكري حتى حفز الطفل فكريا لازم قدم له اشياء اه العاب ذكاء اه الشطرنج ممكن السلم تبع الحية ممكن الكلمات المتقاطعة اي شي بحفز فكره بحفز ضاكرته ودماغه التغذية كتير مهم انا انتبه لتغذية طفلي كتير مهم انه حفزه بكم بكامل الفيتامينات اه اللي بجسم الطفل اه ركز على الاغذية اه اللي بتحتوي على فيتامينات اه بتحتوي على اه اه كاليسيوم بروتين كل الفيتامينات المدعومة اه هاي العوامل اذا ركزنا عليها كتير منيح اه رح يتم تحفيز نمو اه الدماغ بشكل افضل وشكل صحيح وهلا بدنا نحكي عن الممارسات الايجابية اللي تساعد على نمو دماغ الطفل بعد ما حكينا عن العوامل اه المهمة لتحفيز دماغ الطفل من الممارسات الايجابية اللي اه لازم نتبعها لحتى تساعد اه دماغ طفلنا انه يلموم بشكل سليم وبشكل صحيح اول شي التغذية جيدة اه والايجابية والامنة والسليمة نهتم بتغذية اطفالنا اه نهتم ب اه بشربهم للحليب نهتم بالاكل اللي اه فيه فيتامينات الكوكتيل الاشياء الخضار اللي بنسلقها هاي اه بتكون تغذية جيدة وامنة وسليمة وبتساعد وبتحفز دماغ الطفل اه اتنين اه انه يعيش ببيئة غير معنفة ببيئة امنة يعني اذا كان فيه اي مشكلة بينك وبين جوزك ما بتصرخوا قدام الطفل ما بتعملوا المشاكل قدام الطفل اه ما اه اه ونلعب معنه هادا الشي رح يساعدن على اه اه ينموا الابداع والتفاعلات الايجابية عندن ورح يتعلموا مهارات عديدة كل ما حكينا معن بهدوء برواء اه كل ما اه لقينا اه شيء ايجابي مننن لقينا اه ابداعن طلع مواهبن طلعت اه اه لما نلعب معنه ونحفزن كمان هاي هاي الاشياء بتساعد على تنمية الابداع وانهن يتعلموا مهارات عديدة وجديدة اه نحكي معن بجمل كاملة هادا الشي رح يساعد الطفل لحتى يكتسب لغة يعني نحكي جملة كاملة ما نحكي كلمة او ما نرجع نعيد الكلام باللفظ اللي يلفظ الطفل ممكن اللفظ يكون عنده اه غير سليم اه او نطقه غير سليم نحنا بنحكي النطق السليم اه تبعنا اخر شي هو اعطاء الامان والحب والعطف هادا الشي رح يعزز نمو خلايا الدماغ بالشكل السليم عند الطفل كل ما عطيناهم امان كل ما عطيناهم حب وعطف هادا الشي رح يعزز اه اه خلايا اه او خلايا دماغه انها تنمو بشكل سليم وهلا بدنا نحكي عن تأثير العنف على نمو دماغ الطفل اه في مجموعة اسئلة رح شاركها معكم وبتمنى جاوبوني عليها بالجروب اه اه هل اه تصرفتي بردة فعل سلبية ومعاكسة اه دام طفلك بيوم من الايام اه اه هل احد اه اه يعني اي حدا ممكن اه اه قام بتصرف اه يعني خلاكي تغضبي اما اه ادامك او اتجاهك اه شو كان شعورك وردة فعلك بوقتا بدي احكيه بخصوص هاي اه الفقرة تأثير العنف على نمودي ماغ الطفل انه كلهاتنا بنمر بأوقات صعبة كتير بسبب ظروف ومتعب الحياة وال والأشياء اللي عم بتمر علينا اه هاد الشي ممكن يكون اتفاقا اه وممكن نحنا عم نخطق فيه بالتعامل مع مشاعرنا اه منا بيصرخ ومنا اه مين بيقذي نفسه او غيره جسديا ومنن اه بياكل ومنن بيلتزم الصمت ببعض الاحيان المشاعر تكون طاغية و يعني صعب التعامل معها والتحكم فيها اه ما بقدر اتحكم بمشاعري ببعض الاحيان ممكن او ببعض الظروف اللي تصير معين هذا الشي رح يخلي انه تفرغي الغضب بالاخرين وخصوصا بالاطفال يعني غضبك كلها رح يتفرغ بالاطفال في كتير من المراجع العلمية بتحكينا عن الناس اللي بيتعرضوا للعنف عديش يصير عندهم اضعاف بالنمو وهذا الشي اللي عم بيشاهدوه من العنف اول او اللي عم بيواجهوه اه له عواقب من هاد الشي من هالعواقب هي ضعف نمو دماغ الطفل وبتنخفض عنده النشاط الدماغي وصير عنده ضعف بالتواصل وصير فيه مشاكل عصبية اخرى في كتير خلايا او في خلايا بالدماغ عفوا تسمى بالخلايا العصبية حكينا عنها قبل شوي هاي الخلايا تشتغل بينها من خلال الاتصال بنبضات كهربائية هاي النبضات الكهربائية هي نبضات صغيرة تسمى بالاشتباك العصبي نقاط الاشتباك العصبي او الدوائر العصبية هاي الدوائر العصبية تمكن الابناء من انهم يعملوا كتير اشياء من القدرات مثلا مثل فهم اللغة يفهم اللغة يصير عندهم تفكير يتعلموا ويمشوا يصير عندهم ثقة بالاخرين يتحكم بعواطفهم وهي الدوائر العصبية تتشبه بالاسلاك الكهربائية لما هاي الاسلاك الكهربائية تموت تموت تسمى بعملية التجذيب تسمى بعملية التجذيب هاي عملية التجذيب بسبب التوتر والعنف تصير فلما يختبر الأفراد فترات طويلة ومتكررة من العنف البدني والعاطفي وسوء المعاملة والأهمال رح تفرز أدمغتهم هرمونات هرمونات مثل كويتزول والإدرانالين هذا الشي رح يفسد الاتصال بين الخلايا العصبية وتتلف عملية نمو دماغ الطفل هون عنا هاي الصورة بتبيننا دماغ الطفل هاي صورة لدماغين طفلين من نفس العمر عملها بروفيسور بروسبيري من مستشفى تكساس لمعرفة كيف يمكن لطفولة سيئة أن تؤثر على الدماغ يعني اللي حكينا أنه العنف تأثير العنف على نمو دماغ الطفل هاي اللي علي صار النورمان العادي هو هذا الطفل دماغ الطفل الطبيعي واللي على اليمين هذا الطفل اللي معرض للعنف شايفين كيف التأثير قديش كتير مهم نحنا نهتم بأطفالنا وقديش كتير مهم نحنا نعرف نتصرف مع أطفالنا بالطريقة الصحيحة العنف يتضمن العديد من الأشكال منها الاستغلال الاهمال الحرمان المعاملة المنطوية على الاهمال وإساءة المعاملة والإساءة الجنسية هلأ بدنا نحكي عن التعاطف والسلوك الإيجابي شو يعني تعاطف برأيكم عم بيقولونا أنه التعاطف هو قدرة الشخص على وضع نفسه في مكان الشخص الآخر والشعور به شو يعني هذا الكلام يعني لما حدا بيكون صاير معه مشكلة معه أنا بدي حط حالي مكان هذا الشخص بدي أشعر فيه بدي حس فيه بكل الجوانب اللي هو تعرض لها بدي حط حالي محله لحتى أوصل للتعاطف اللي المسمى هذا التعاطف السلوك الإيجابي لحتى أوصل لهذا التعاطف أنا لازم يكون عندي قدرة أن يحس بالأشخاص الآخرين أن أشعر فيهم أن يحط حالي مكان في موضع ما أو في مشكلة ما لا صارت معهم لحتى يقدر يصلني إحساسهم لحتى يقدر يصلني شعورهم بهاي المشكلة اللي هن واعين فيها كمان التعاطف هو كتير ضروري يساعدنا على فهم التعاب نستوعب سوب تصرف الناس بطريقة معينة أو الأطفال وساعدنا على الحب والحنان والاحترام وتقدير الذات وتعزيز الذات والتواصل بين الأهل والأبناء هذا الشي رح يساعد الأهل على أنهم يلبوا حاجات أبناءهم ورغباتهم ويتعاملوا معهم برعاية أكتر ورح بهذا الشي تنبن الصورة عندهم عن أهميتهم بالنسبة إلهم الأوليين إلهم لحتى ينكسر حاجز الخوف عندهم وبعد ما حكينا عن التعاطف والسلوك الإيجابي هلأ رح نحكي عن خطوات تنشئة التعاطف وتحسين تقنيتها في عنا خطوات أربع ناجحة لإنشاء التعاطف أول شي تحديد المشاعر لما نحنا بدنا ننشئ التعاطف ونحسن من هذا التعاطف أول شي بدنا نحدد مشاعرنا كان فرح حزن شو مشاعرنا بدنا نحدد أسباب المشاعر نحنا ليش فرحانين نحنا ليش زعلانين نحنا ليش متوترين نحنا ليش معصبين بدنا نحدد شو السبب الخطوة الثالثة بدنا نحترم المشاعر ونقدرها ونأخذ بها يعني هاي المشاعر اللي عم تظهر عن طريق الطفل لما أنت تعصبي عليه أو تعنفيه أو لما أنت تحبيه بدنا نحترم المشاعر بدنا نقدر مشاعره لهذا الطفل ونأخذ بهاي المشاعر أربعة اتخاذ إجراءات بدنا أول استجابة لهم بدنا نقدر ناخذ إجراء مناسب بأي شعور ممكن يعكس نتيجة التعاطف فنحن لازم نكون نأخذ الإجراءات المناسبة ونستجيب لهذا الشيء في شيء كتير مهم لازم نحن ننتبه له اللي هو تحديد المشاعر تحديد المشاعر إنه أنا هون بدي اتعرف على مشاعر أبنائي على مشاعر بناتي على مشاعر أطفالي وبيدي سميها برأيكم شو ممكن المشاعر اللي يشعروا فيها أولادكم ممكن أحباط حزن غضب خوف فرح ثقة وفاجأة توقع تحديد أسباب المشاعر تحديد السبب مهم وكتير مهم ممكن نحدده بالسؤال أو بمعرفة غير مباشرة لأنه في كتير منا ما ما عنده قدرة أنه يجسد أو يحدد سبب هاي المشاعر لهيك لا تحكم على الأمور بالشكل المسبق لهيك نحنا لازم ما نحكم على هاي الأمور قبل ما نحنا نحدد شو سبب المشاعر هاي اللي عم تطلع منهم اللي عم تطلع من جواتهم اللي عم بتصير معهم احترام المشاعر وتقطيرها والأخذ بها أنا هون بدي أظهر المشكلة على محمل الجد وأظهر الاحترام وأتعاطف معها ما بدي اتجاهلها بدي عزز العلاقة بين الأهل والأبناء وهيك بنكون اليوم أنهينا معكم جلستنا اليوم يعطيكم العافية وتابعوا الفيديو وبلاقيكم إن شاء الله بالجلسة الجاي وبدي منكم تحاولوا تطبقوا هاي المعلومات مع أبنائكم وأفراد أسرتكم شكرا لكم لحسن استماعكم